اشتركوا في القناة متعادلة كهربائيا ظاهرة التكهرب تفسر بانتقال الالكترونات من مادة إلى أخرى ما معنى هذا؟ عندما نقول أن الجسم عندما يكون في حالة عادية يكون متعادلا كهربائيا معنى هذا القول أن الجسم عندما لا يتعرف إلى أي تأثير فإنه يكون متعادلا كهربائيا بمعنى عدد الشحونات الموجبة تساوي عدد الشحونات السالبة بمعنى عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات أما فيما يخص ظاهرة التكهرب يعني عندما نكهرب جسمه مثلا كقضيب زجاجي ندلكه بقطعة صوف فيتكهرب أو قضيب بلاستيكي أو إيبونيت عفوان عندما نقوم بدلكه بقطعة صوف فإنه يتكهرب في هذه الحالة ماذا يحدث تنتقل الإلكترونات من مادة إلى أخرى لنأتي مثلا إلى قضيب زجاجي عندما نقوم بدلكه بقطعة صوف ماذا يحدث الإلكترونات الموجودة على القضيب الزجاجي سوف ترحل وتذهب إلى قطعة الصوف القضيب الزجاجي قبل دلكه كان بهذه الحالة يعني في الحالة العادية عدد إلكتروناته وبروتوناته متعادلة يعني نفس العدد ولكن عندما قمنا بدلكه بقطعة من الصوف تلك الإلكترونات الموجودة في الجهة التي دولك منها ترحل وتذهب إلى قطعة الصوف فتبقى فقط البروتونات لذلك نقول بأن القضيب المزجاجي عندما يتكهرب يحمل شحنة كهربائية موجبة أما فيما يخص القضيب البلاستيكي فهو كذلك في حالته العادية قبل دلكه يكون له نفس عدد البروتونات والإلكترونات يعني متعادل كهربائيا ولكن عند دلكه بقطعة من الصوف فإن الإلكترونات الموجودة في قطعة الصوف سوف ترحل وتأتي إلى قضيب البلاستيكي فيصبح لنا عدد الإلكترونات أكبر من عدد البروتونات لذلك نقول بأن الإبونيت عندما يتكهرب يحمل شحنة كهربائية سالبة وذلك راجع إلى الإلكترونات التي رحلت من قطعة الصوف إلى القضيب البلاستيكي المثال هذا هو لقد قمنا بشرحه عند دلك قضيب زجاجي بقطعة من الصوف فإنه يفقد إلكترونات ويصبح مشحون بشحونات كهربائية موجبة بينما إذا دلكنا قضيب من البلاستيكي بقطعة من الصوف فإنه يكتسب إلكترونات وتصبح شحنته سالبة لدينا الآن نشاط آخر نقرب قضيب من البلاستيك ثم قضيب من الزجاج بالطبع مدلوك بكاشف كهربائي ماذا نلاحظ؟ هذه التجربة الأولى هي المرحلة الأولى فيما يخص التجربة الثانية يعني المرحلة الأولى الآن المرحلة الثانية قمنا بذلك القضيب الزجاجي بقطعة الصوف والقضيب البلاستيكي بقطعة من الصوف ثم نحاول أن نقرب كل واحد منهما بكاشف كهربائي عندما نقرب القضيب الزجاجي يعني عندما نلمس القضيب الزجاجي المدلوك بمعنى المكهرب بالكاشف ماذا يحدث؟ لاحظ هنا بأن القاضي بالزجاجي عند ذلك لقد اكتسب شحنة كهربائية موجب بمعنى أنه فقد إلكتروناته من الجهة المدلوكة عندما نقربه من الكاشف ماذا يحدث للكاشف؟ الإلكترونات الموجودة في الأسفل سوف تنتقل للأعلى لتعدل الشحنة الموجب بالشحنة الساليبة يعني الإلكترونات التي كانت هنا في الرقاقاتين سوف تصعد إلى الأعلى لماذا؟ لكي يحدث تجاذب ما بين القاضي بالزجاجي المدلوك ما بين الكاشف يعني لكي تتعادل كهربائيا معه أما في الأسفل في الرقاقتين فتبقى فقط البروتونات بمعنى تبقى الشحنة الموجبة لذلك يحدث تنافر هنا بين الرقاقتين لأن الموجب مع الموجب يعطي تنافر كذلك فيما يخص القاضي بالبلاستيكي عندما قمنا بدلكه فقد اكتسب إلكترونات سائدة بمعنى أصبح يحمل شحنة كهربائية سالبة عندما نقربه من الكاشف ماذا يحدث؟ الإلكترونات الموجودة هنا في الكاشف سوف تنزل إلى الأسفل يعني باتجاه الرقاقتين تنزل إلى الأسفل لماذا؟ لكي يتعادل كهربائيا مع القاضي بالبلاستيكي بمعنى هنا إلكترونات سوف تبقى هنا فقط البروتونات لكي يتعادل كهربائيا معه أما الإلكترونات التي كانت موجودة في الكاشف إنها تذهب إلى الأسفل إلى الرقاقتين في الأسفل الكاشف يعني بمعنى في الرقاقتين سوف يحمل الشحنة سالبة يعني الجهة هذه سالبة والجهة هذه السالبة سوف يحدث تنافر يعني تنفرج الرقاقتين تتنافر تتباعد فيما بينها نلاحظ في الحالتين تنافر بين الرقاقتين تسمى هذه الظاهرة بالتكهرب باللمس سميناها التكهرب باللمس لأننا قمنا بلمس كل من القضيب الزجاج المدلوك والقضيب البلاستيكي بالكاشف الكهربائي الآن بقي لنا نشاط أخير لدينا نشاط عفوا النشاط يقول نقرب قضيب زجاجي ثم قضيب بلاستيكي مكهربين من قصاصات ورقية ماذا نلاحظ؟ قضيب زجاجي مكهرب يحمل شحن كهربائية موجبة وقضيب بلاستيكي مكهرب يحمل دائما شحن الكهربائية السالبة عندما نقرب القضيب الزجاجي المكهرب من القصاصة الورقية ماذا يحدث؟ الإلكترونات الموجودة في الورقة سترتفع إلى أعلى بجهة القضيب الزجاجي لكي يتعادل كهربائيا هنا مع القضيب الزجاجي يعني الإلكترونات تسعد إلى الأعلى أما فيما يخص القضيب البلاستيكي فإن الإلكترونات سوف تذهب إلى الأسفل وتبقى فقط البروتونات كذلك من أجل تعادل كهربائيا نلاحظ كذلك بأن القصصات تنجذب إلى كل من القضيب الزجاجي وإلى كل من القضيب البلاستيكي لأنه تحدث تعادل في الشحونات الكهربائية موجب سالب وهنا موجب سالب تسمى هذه الظاهرة بالتكهرب بالتأثير لماذا سميناها بالتكهرب بالتأثير؟ لأننا لم نقم بلمس كل من القضيب الزجاجي والقضيب البلاستيكي بالورقة بل أثرنا عليه من بعد يعني لم نقرب القضيب الزجاجي والقضيب البلاستيكي دون لمس الأوراق سوف تنجذب نحو القضيب الزجاجي والقضيب البلاستيكي الآن وصلنا إلى خلاصة يتكهرب الجسم بكهرباء سالبة عندما يكتسب إلكترونات ويتكهرب بكهرباء موجب عندما يفقد إلكترونات يعني من كل مفهوم بأن الإلكترونات هي التي تتحرك وليس البروتونات عندما نقول بأن هذا الجسم مكهرب بكهرباء سالبة بمعنى أنه انتقلت إليه إلكترونات هناك إلكترونات زائدة أتت إليه إلكترونات زائدة فهو يحمل كهرباء سالبة وعندما نقول بأنه مكهرب بكهرباء موجب فإنه فقد عدد من الإلكترونات حيث أصبح البروتونات أكثر من الإلكترونات تعطى شحنة الإلكترونات عفوا التي رمزها أو سالب بهذا الشكل ناقص 1.6 في 10 أوس ناقص 11 كولوم تعطى شحنة البروتونات بهذا الرمز أو زائد يساوي زائد 1.6 في 10 أوس ناقص 11 كولوم والآن جئنا إلى نهاية الدرس في درس آخر إن شاء الله مدعم بالتطبيقات والتمارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تمنيتنا لكم بالنجاح